قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجرس مسلم غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء إلا كانت له صدقة صدقة رسول الله بعد كده بنعطي الكل نبتة حوالي نصف لتر من المية بمعنى الكمية دي اتنين لتر لأربع نبتات كمان كفاية على النبات مرتين في حياته مش كل ما تأكل سمك تعمله سمات أهلا بكم كلنا بنعرف القيمة الجزائية العالية للأسماك بكل أنواعها وده لانفراضها بعناصر جزائية فريدة متنوعة وعديدة إيه رأي حضرتك لو عرفت إن أشواك الأسماك وعظمها بتضاعف وتزود من العناصر الجزائية ألاف المرات من العناصر الموجودة بلحم الأسماك نفسها وبكافة أنواع وعشان كده دايما بينصح بينصح أقصائي وخبراء التجزية بمصمصة عظام السمكة بقدر الإمكان للحصول على أعلى نسبة ممكنة من العناصر دي والاستفادة بكل ما يمكن الاستفادة منه بمصمصة عظامها مش عيب يعني دي حقيقة معلوم وفي أكتر منها وبنقولها بس للتسكير من باب الزكرة تنفع لكن اللي يهمنا في الموضوع ده مش وجبة السمك ولا أهمية وجبة السمك لنا لكن إزاي نستفيد من عظام السمك المليانة بكتير من العناصر الجزائية زي الفوسفور والكابريت والكالسيوم والماغنيسيوم وغيرهم من العناصر اللازمة لتغذية نباتتنا وإزاي نحصل منها على أقصى استفادة ممكنة أكيد منكم اللي بيقول أنا بادفن العظام بالتربة واسيبها لحد ما تتحلل لكن للأسف الطريقة دي ممكن تحتاج زمن كبير جدا لحد ما تتحلل العظام ويستفيد منها النبات وفيه اللي بيقول إحنا بنجففها وبنتحنها كمان العملية دي هتاخد وقت لحد ما يحصل تحرير لزرات العناصر عشان تتحلل وتبقى سهلة على جزور النبات امتصاصها والاستفادة منها كمان فيه اللي بيقول إحنا بنتحنها في خلات وبنستفيد منها لكن مش هنوصل لللي إحنا عايزونه من العظام كمان ممكن ميت جسيل الأسماك نفسها تستفيد منها وتضيفها مع ميت الرأي الحقيقة فيه كتير من الاجتهادات والأقاويل وكتير قالوا رأيهم حسب تجربتهم الخاصة لكن القعدة اللي عندنا واللي لازم نخلي بالناه وتكون على طول القعدة في ذهننا دايما وكأساس في تجزيد النباتات إن استفادة النباتات من أي عناصر مغازية هو سهولة امتصاص الجزور للعناصر المغازية اللي زودنا بها الطربة في أي نوع أو شكل من أنواع المغازيات والأسمدة وبالتالي كل الطرق في استخدام العظام لازم تؤدي في النهاية إن العظام يمتصها النبات بسهولة في صورة مزابة في المية والمية موجودة في الطرب وده لأنه ملوش إسنان يعني ما بيعرفش يمصمص زينا وبالتالي طريقتنا هي الوصول لطريقة سهلة يمتص بيها النبات العظام مش يمصمص يبقى طريقتنا في تحرير العناصر الجزائية اللي في العظام وعشان تكون أكتر سهولة وأقل تكلفة وأقل جهد وبكل اختصار هنعرفها بعض الفاصل مع مفاجأة أخرى موجودة في آخر الفيديو لحضراتكم مش للنبات أهلا بحضراتكم مرة تانية بعد تجميع العظام والأشواك وبعد أكلة السمك اللي استدناها مبارح ما يهمش إن كانت العظام نية أو مطهية أو خليط بين الاثنين يعني لو إحنا جبنا سمك ونضفناه وطلعنا العظام والأشواك بتاعته ممكن برضو نستفيد بها وهي نية أو ممكن اللي طلعت بعد الأكل يعني خليط بين الاثنين أو أي واحدة منه بنحط العظام في وعق طبخ وبنغطيها بالمية نغطي العظام بالمية ونزود المية شوية عشان إحنا هنحط المية تيل للفترة طويلة وكمان ما حصلش جفاف للمية وقت الجلعيات بنحطها على نار عالية لمدة ربع ساعة نار عالية وبعد كده وكمان قبل كل شيء ما ننساش نضيف للخليط معلقة كبيرة من الخلد ضروري بتكون موجودة طبعا للتطيير بعد ربع ساعة بنخفض النار لأقل مستوى ممكن أنت تقدر تخفضه وكأنها حتى لو كانت شامعة بنخليها على نار هادية جدا لمدة خمس أو ست ساعات وبعد كده نضيف النار وابدى انتظر لحد ما تبرد تماما لدرجة لما أنت تمسك العظام والأشواك هتلاقيها بتزوب بنصربعة وده هو المطلوب زي ما واضح دي العظام أصبحت مطحونة لدرجة أنها زابت في المية وأصبح عندنا مستحضر صالح للاستخدام وسهل أن النبات يستفيد منه لأنه هيدوب هيدوب في التربة هو ذاب خلاص في المية مع الجليعي أما ازاي نستخدمه طبعا ده مسحوق مركز جدا واستخدامه برضو مفيش منه ضرر لكن زيادته بتكون فيها ضرر على النباتات الكمية المناسبة ان احنا نجيب حوالي نص كوب من الكمية دي اللي انا عملتها وبنضيفها على اثنين لتر مية بنرج الزجاجة كويس وبنخلط المسحوق في المية كويس كده أصبح الخليط جاهز وبنبدأ نستخدمه في رأي النبات بنعطي لكل نبتة حوالي نص لتر من المية اللي احنا عملناها بمعنى ان الكمية اللي عملناها اللي هي الاتنين لتر بنعطيها الاربع نباتات بنقسمها طبعا بنلاحظ ان عملية امداد النباتات بالسماد بتكون ايها في نفسها في اوقات رأي النبات زي مواضح ما فيه الشمس بنتجنب ان احنا اي عملين النبات ما تكونش في الشمس كمان ما يكونش النبات عطشان بنبدأ نديله السماد ده على ان يكون فيه رأي ده نبات الفل في وقت مهم جدا بيكون محتاج فيه للنوع ده من السماد وهو في مرحلة التزهير كمان كفاية على النبات مرتين في حياته مش كل ما تاكل سمك تعمله سماد اخيرا فوايد واهمية المستحضر اللي احنا عملناه انه بيعمل على زيادة التزهير وعلى تثبيت الزهور وزيادة دسبة العقد وزيادة مناعة الاشجار ويبي او الجزور وتكبير حجم السمرة وزيادة حلويته اتمنى من حضراتكم تاكلوا سمك وما ترموش العزام جميل والله ومش للنبات بس جمان انقول المفاجأة ان حضرتك ممكن تستفيد من عزام السمك لان نفس الوصفة بتستخدم لزيادة الخصوبة عند الرجال وهي اقوى من الفياجرا طبعا مع نظافة العزام للاستخدام البشري وكمان ما ننساش نضيف التوابل والتوم والبصل والتوابل مع الطبخ زي ما انت تحب اتمنى اعجبكم الفيديو دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله